بالخميرة الحلويات والصبون اختي تزولي شعر الزائد كنت اختيك تعاني من الشعر الكثيف والشعر الغليد كثيرا تلاسق الشفرة الحلوية والتلحلقة وزيد من ذلك يعني البومات بزاف دي الامور كنت تزولي شعر الزائد ولكن صراحة كانت تقهر وقع في الصيف كل مرة اخسنا رأي زوار كينو داك الحبوب الصغير لابو دينا كسبان في حال شي لابو عنده شي 90 سنة ناهيكتان على الزروقية وكحولية وليطاش والحبوب بزاف دي الامور سلبية للأسف اليوم اختيش لكم السير الخافي اللي كيزول شعر الزائد كامل بادي اللازاغ لانو بزاف دي الناس كيسون كوليا اختي بغينا نديروا اللازاغ ولكن ما نقدروش عليه لانو الحسة كتتقام ب1500 كيلي كتتتقام ب2000 على حسب اللي باغتي وخصك كل مرة وساعات بشي تديريها بتقريبا الحساس كيوصلوا حتى الشهرين ونستين يوموني كتديري في الحساس فخصك مبالغ للأسف هائلة بزاف هذو كل مبالغ را تديري بهم شي اللي غا تستفدي منها مستقبلا فما كيلا شخصي نخسروا فليساتنا في الخوة الخاوي انتهالاو فرسنا نزولو الشعر الزائد ولكن بوصفة طبيعية ناتيوغال لانا دي ما تنقول لكم ما كينش حسن من الاشياء الطبيعية كتبقى دي ما رقم واحد كتبقى زوينة اقتصادية كتبقى بان احسن ما يكون في مجال الوصفة الطبيعية فنسبنا للمناس هاد لاغو ساتنا لرادة دي لكم واتنا لإعجاب دي لكم اهم حاجة هو جريبتكم ليها لانو بلا ما تجربوها رمكينة تشي حاجة اخصكم ما للمناس تجربوها تقولنا في الكامونتاك كيف جهزكم مش عجبازكم مش عجبازكم مش المهم غزالي سيدة با غادين مر معاكم المقادر ترقات تحضير ترقات الاستخدام ولكن بليز انتو ما ما تنسوش تدعمونا باللايك عفاكم كترون اللي لايك دي لكم وشاركوا في القناة مرحبا بكم وفعلوا زي الجرس لو كنتو من نسلي كتابانا صفحة الفيسبوك فمرحبا والف مرحبا ما تسونش البلاس مدعوات والفاغتاج بالنسبة لغوسات دي اليوم هنشارك معاكم جوجي لغوسات غوسات غنزولو بها شعر الزائد منجدر وغوسات حداخرة غنمنعو بها شعر الزائد جوجي الوصفات كل وصفة كتنسينا في الوصفة ما شاء الله عليهم زوينين اقتصاديين ورخاصين وكي يحمقو على دامانتي زرفو ارضو علينا فالمهم اول حاجة هنحتاجوها هي اليساشيت والخميرة التاح الحلوه هنا عندي ايديا فئة ثمانية جرام انا البنت راديما كان بقتاجي معاكم هاد اليساشيت والخميرة الحلوه زوينين ممكن تدري واحد كلي بزافة لبنتي يقولوا يعدنا الشعر كتير اختيزي ديساشي وحدة اخرى ايو هذا وحدة دريجوج شوف انتي عنكم ميزانك شوف انتي الحاجة اللي على حاسب كلي عند شعر كلي عنده كتير كل وحدة وشنو عندها دابان بقتاجي معاكم من مكوين تاني الرئيسي هو الصابون عندي ضوف هنايا بالورد وعندي ضوف بالحليب عندي ضوف انتم معارفين نوزوين بالزافرة دي ما كان بقتاجي معاكم وديما توي كان شاركو معاكم اضوفه وشنوyan اعطيت المحلوه في المحل الاتجاري كيفية الضوينين الصرف ارضي الضوينين صرفها جربتهم او حليب هذا بالارغان مهم كن بالفانيلا تلك الموت مهم كن بالزهائف ديل شوفين تيلا نجيب ان يقولكو لكن المناس اللي حاسب كلي كتيرا معا الخزامة سوف نضيفه سابون سوف نحتاجه في هاته الخلد سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه من خلال سوف نضيفه بلبيج اختيارات ولكن الاول و الاخيرة يبقى راجع لكم اشنو بغيتو و اشنو ما بغيتوش فقلنا الخميرة قلنا الخل قلنا السابون قلنا معجون الاسنان في الاخر تلافيديو اختيار معكم الوصفة السائلة اللي كتمنع النموذ هذا الشعر الزائد و ما كتخليش باتاتا الوصفة الزوينة بزاف و اقتصادية و رخيصة المهم على بركتي الله نزول طريقة التحذير سوف نأخذ ساشية الخميرة الحلوة من نسبة لساشية الخميرة الحلوة ممكن تأخذ وحدة موجوج موية شرحت لكم كبيلة و شنو كين و شنو ما كين بسم الله انا درتها 8 قرم من بعد حبيبتي نحن نخلطوه ما بالخل هذا البيض راوريشون لكم والخل تفح بسم الله طريقة ما بالخل ده نحن نخلطوه من ساشية الخميرة ثم نحن نخلطوه من السابون و نخلطوه من السابون و نخلطوه ثم نخلطوه يجب أن تغلطوه ثم نخلطوه اضافة 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 نلقى الثانية الخمير نضيف القمز في الخل اما التفاح اما خل مائدة الملورة قمز في السابون نضيف القمز اللغة نضيف القيوة ونضيف القمز نضيف القمز يداف يبيض لابو يزول شعر الزائد يفتحها و يبيضها تحمق نأخذ معجون الأسنان نضيف هذا يستهلون يستهلون يبقى اقتصادي يبقى معجون الأسنان تحمق احترام أنهم اضافت تحصل إلى الامر يمكن أن تحمق من بعد غزالات تبقوه الامر يجب عليهم شعر الزائد يستهلم تضيف يجب لرز تصميم كاملين بعد ما تكملي بعد ما تكملي تأخذ غصة تطبقيها على شعر زائد ثم تفركيها سوف نشرح معكم الطريقة الوصفة المنع انه ليس شعر زائد و تبقى زوينة و رائعة جدا تمنع لا تجعل شعر زائد باقي يكون عندك على دمان تغرجون ربوها و المنافع دي لها و لا تعد ولا تحصى فبسم الله للبنات سوف نحتاج واحد الإناء و سوف نحتاج فيه بيكربونات السودة أو بيكربونات دوسود أو بيكربونات سودي و تقريبا خمسة دراهن في حانوت و هذا المبالج الكبير 10 دراهن أو 14 دراهن أو 12 دراهن سوف نحتاج بيكربونات السودة و الخل و كوتون ديس كلها بحل 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 بسم الله بالنسبة للبيكربونات السودة أنخذ الكيميا اللي سوف نحتاج بيكربونات و لا تقرأ جيدة لأنهم يتعلمون و لا تقهر بحل فهواء سوف نتجعك الماء لا تقرأ جدا بيكربونات وعادي واحد تفاعل لا رهام طبيعي تجعلها الكاية سافي يرقض 1-5 دقائق ثم تخضي لكوتونديس كل لقطينة والتي تكون يزود يشعر زائد من قبل عادي تغمري هذه لقطينة تغمري تجعل شعر زائد تدهني تدهني 5 دقائق ودهني لابو نطبق معكم الغوثة الأول نشاهدها نشاهدها بيضة بياضة سوف نطبقها على الباغتي تجعل شعر من الباغتي يعجبها تجعلها حتى تنشف ومن بعد تبدأ تفركيها تجعل شعر تجعل شعر ونبعد تجعل شعر يبدا يتطير لك من جدار غسطة من شاء الله تزوين سوف تجعلها سوف تجعلها اقتصادية وصفة السابون و هكاية و الخميرة و المحلول احتوى في بيكاربونات و الخلد الالتفاح ولكن لا تطولوش فيه 5 دقاق حيدوه غسل اختلابو ديالك و ضروري ما تنشفيها وترتبيها باش هكذا ما تبقاش لك ناشفة هذه الطريقة ديالي لبنات انا يفوضع هكذا الوصفة الطبيعية ديالي هذه الوصفة المعتمدة عندي مؤخرا نزوينها في هالسابون كتفتح كتبيض لان بزاف البنات يقول لي احنا ما شئ غي بغينا نزولو الشعر و بغاوك حلات لا اختي بغينا نحيدو تدك شوطة ديالك الزرقية و تديك الكحولية اي شنو الحل بغتاجي معنا شي ااسيوس فاحسن ااسيوس هالبنات بغمو هي تزولي الشعر الزائد في نفس الوقت تبيدي الباغتي و في نفس الوقت تزولي ليطاش الكحولية يعني كما كان قولو تحيدي كل شي ما شاء الله و ادلاغوست في هاد الاشيئ هادي يعني كتزولي بها شعر زائد ادلاغوست في نفس الوقت تحيدي لكي تبيدي الباغتي انتيم ديالك يعني فيها جميع الاشيئ ما شاء الله عليها الإيجابية انتم ناغتنا لردات ديالكم وتنالعجب ديالكم اضغونا في الكومنتر كيف جزتكم زوينة بزاف ساشي واحدة ديال خميرة بعشاد ريال و سابون دوف راما كي اختتشي در ماشي بشار دوف اي سابون وخا غير جوج راهم و لا غير راموس في القضي الغارة بالنسبة للماذا يقولون بغينا نديرو الحجرة فاغتي دير الحجرة هي الزوينة و ديما كان بغتاجها معاكم كنقول لكم احسن غاسو الانتيم تقدري توضي به فلي بغتي انتيم ديالك هو السابون اما الكف اما الحجرة اما اللي كان اما اي سابون حجرة اما في تشينكها كيبقى رقم واحد تغسلي به لابو ديالك و بصحا و راحة البنت نتمنى هدل الفيديو نرده ديالكم من الاعجاب ديالكم و تبخلون شعنا بليل لايك و تشتركوا في القناة فعلوا زل جارة و تخلونوا تعليقاتكم و اقترحتكم و سبساراتكم و طابعة لحال سوف ننفقط اجي معكم بزف ديالي فيديو هات المقبلة الى اللقاء